يا الله خير لم يعد للفرح مكان في شتى أنحاء العالم العربي بعد أن أثقلت قوافل ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة قلوب الإنسانية بالحزن وبحجم الفقد والحسارات والخسارات بين صفوف الأطفال والنساء كان للون الأسود عنوان وشاح تسيد تفاصيل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تحديدا من مسقط رأس المسيح في كنيسة المهدي ببيت الأحمى حيث قررت الكنيسة عدم إضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد والاستعادة عنه بمجسم لحجم الدمار في غزة أطلق عليه الميلاد تحت الأنقاض كنائس العراق كذلك قررت إلغاء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تضامنا مع ضحايا حريق الحمدانية الذي راح ضحيته أكثر من مئة قتيل كذلك تضامنا مع ضحايا غزة الذين وصلوا إلى أكثر من 20 ألفا وعلى اللسان الكاردينال البتريارك ساكو اقتصرت مظاهر الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد على تلاوة صلاة القدس والدعاء للشعب الفلسطيني كنائس الأردن وسوريا ولبنان ومدن عربية عدة انتهجت ذات المبدأ في أن تكون غزة عنوانا يوحد الجميع في التنديد بجرائم إسرائيل في حربها وعدوانها على القطاع إذ لم تلتزم بحسب حكومات عربية ودولية باحترام موثيق حقوق الإنسان واحترام الإنسانية بقصفها على كنائس ومساجد في القطاع تماما كما فعلت بقصفها على مشافي ومدارس ومحطات مياه وكهرباء موسيقى